السلام عليكم ازاي ايوكم الحقيقة في اخبار كتيرة جدا عن السعودية والحقيقة ان الاعلام الغربي فجأة كده ابتدى يركز عالسعودية بشكل او باخر لان حاسس بتهديد حيطلع من الاراضي السعودية فجأة ويضرب في وش الامريكا ليه كده ويه اللي حصل ويه اللي مكالي الاعلام الامريكي فجأة كده انقلب عالسعودية ومركز معها قوي الحقيقة دي في اخبار كتيرة قوي استنع عشان رهيلك وكشفالك كلها لازم ولك تقسم لأول قبل وكشف الموضوع قبل وكشفلك التفاصيل خلينا يقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو حرب السودان هي من اكتر الحروب عليها اهمال اعلامي غير طبيعي وما حاج بيتكلم عنها رغم ان هي حرب قاسية جدا والشعب السوداني بيواجه الجوع والموت كل يوم ده غير ان منظمة الصحة العالمية اعلنت تفاشي مرض الكوليرا تسجيل 354 اصابة بمرض الكوليرا في مختلف ولايات السودان اعلاني وزارة الصحة تفاشي الكوليرا في عدة ولايات وفاة الاف في السودان بسبب قلة وتلوس الاكل والشرب وان الشعب السوداني فعلا بيواجه الموت عشان كده لوعي النهاردة هو مؤسسة الدقن العربي للذبح ولو تقدر من خلالها تشتري زبيحة خروف او عجل ويتم طهي الزبيحة وتوزيها على الاسر الفقيرة اللي بتعاني من مجاعة او حتى توزيها كالحوم ده غير ان مؤسسة الدقن العربي بتوفر مع الاكل مية وعصائر وبتساعد من خلال مزارعة هناك في السودان الاف من العائلات وانا عن نفسي اتعاملت معهم شخصيا وهما مؤسسة محترمة وموثوقة جدا ومجرد ما تطلب منهم الزبيحة بتوصلك فيديوهات الزبح والتوزيح تاني يوم باسمك زي كده بالظبط مؤسسة الدقن العربي لكم الهم بتوزيع خروفين بالطعام صدقة عن الاستاذ محمد ممدوح والقائمين على قناة سامري حفظهم الله تقبل الله منهم رضي الله عنهم وتقدر اثناء الطلب ان يكون طلب شاهري بحيث كل شهر يتم زبح خروف او عجل باسمك ويوصلك الفيديوهات بتاعتها وبرجع فكركم ان النسبة كبيرة من مبيعات المؤسسة بيتم التبرع بيها لاخوتنا في جزة ولا بطلب منكم وبشجعكم بشدة انكم ونساعد اخواتكم في السودان ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال حسيب لحضرتك روابط الموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف والواتساب اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معي نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد لبعان النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واو ما راح تسمعه في ما يخص السعودية واللي بيحصل في السعودية الحقيقة انتخابات الامريكية الرابط خلاص احنا بنتكلم اقل من خمسين يوم ما كنشتش خمسة واربعين يوم او اقل كمان متبقية على شهر نوفمبر عشان نخش في الانتخابات واللي بيحصل فيها بس حقيقة ان فجأة كده الاعلام الامريكي ساب اللي بيحصل في الانتخابات وساب مين يكسب ومين ما يكسبش وفجأة ابتدوا يركزوا على السعودية وابتدوا يسألوا ايه وجهة نظر السعودية لو فازت كامالا هارس الحقيقة على فكرة السؤال ده اتسأل في اكتر من جريدة باكتر من اسلوب باكتر من عنوان بس انا حابب اقف عند فاكس نيوز فاكس نيوز هي وكالة انباء جمهورية يعني دي تابع دونالد ترامب مؤسسها صديق يعني صدوق لدونالد ترامب الحقيقة فاكس نيوز تسألت وقالت هل لو جات كامالا هارس هتبقى حاجة كويسة للسعودية ولا لا والحقيقة ان المقالة دي كلها مفاجئات من العائل الثقيل بيقوله ايه بيقوله خلي بالك كامالا هارس لو جات ومسكت رئيسة امريكا هتبقى كارسة بالنسبة للسعودية ليه بقى قالك خد بالك اصلا كامالا هارس موقفها من الشرق الاوسط ممكن كده ما يكونش واضح ايوي خلي بالك كامالا هارس ما نقشتش كل القضايا اللي قدامها يعني الست دي فجأة تزقت بقت رئيسها هي كت نائبة رئيس وكت خلاصها تخرج مع الرئيس جو بايدن اللي هو كان متوقع يخسر الانتخابات فعملها حسابة انها هتلمش الانتخابات وديمشي فجأة كده قالولها ايه امسك انت هترفضلعت في البيت لابت شد حيلك كده فكامالا هارس مغطتش كل القضايا بس فاكس نيوز بتكشف عن امور كبيرة اوي بيقوله ايه بيقولك خب بيالك كامالا هارس دي قد ضد ولاي العاد السعودي في مواقفها المعلنة بالذات في حملة 2020 لما جاتت ترشح في 2020 وخسر الترشح يعني كانت اتكلمت مرة كده عن ولاي العاد السعودي وقالت انها يعني بددين التحركات السعودية خاصة في قضية جمال خاشوبشي والست دي برضو كانت سهمت بشكل كبير في اصدار قانون في الكونغرس الامريكي بيطلب بتفسير حوالين مقتل جمال خاشوبشي فالست دي ياخد جنب من ولاي العاد السعودي في نفس الوقت فيه لجنة اسمها ال سي اف ار اللجنة دي كامال هاريس طلعت قدامها وطلبت ان يتم اعادة تقييم العلاقات بين امريكا والسعودية بشكل كبير هذا امر مهم جدا الامر التاني ايه رأي كامال هاريس في موضوع اليمن والسعودية الحقيقة كامال هاريس كانت شديدة المعارضة لارسال اسلحة للسعودية وكان فيه تغريدة كانت كتبتها في 2019 قبل حتى متخدش بيط لابي في 2019 قالت اسوأ حاجة ممكن نعملها ان احنا نبعد اسلحة للسعودية عشان نتعمله في اليمن مش بس كده فوكس نيوز بتفكر لك مفاجئة من العالة الثقيل تقولك على فكرة جو بايدن لما جيز السعودية والتقى وليل عاد السعودي وسلمه على بعض بفيست بامب بعد كده جو بايدن بعدها بشهرين عجبه جدا موضوع ان الحرب في اليمن وقفت وان فيه هدنة استمرت شهرين تحت رعاية الامتحدة وعلى فكرة جو بايدن من كتر واما بسوط من موضوع واقف حرب اليمن وافق على شحنة اسلحة بالملايين والدولارات بالسعودية والامارات بس فجأة كده جو بايدن تراجع عن قراره بعدها بفترة بلا كيفيش اسلحة للسعودية لغى الاسلحة تحت السعودية اللي كان مؤيد القرار ده جدا على حسب فوكس نيوز هي كمالا هاريس اللي كان بتشوف ايوه احنا يجب ان احنا منبعدش اي حاجة للسعودية فيه نقطة مهمة جدا يعني حراك لازم تعرفها كمالا هاريس ما صرحتش ولا تصريح من ساعة ما ترشحت في موضوع الشرق الاوسط ما كابتش اي سيرة في موضوع الشرق الاوسط بس واضح جدا ان سياسات الست دي ممكن تستشفها من مواضيها او ماضي باراك اوباما لان الست دي حتطبق سياسات باراك اوباما بالحرف فيقولوا ايه كمالا هاريس مؤيدة جدا لموضوع عودة الاتفاق النبي مع ايران وتشوف ان السعودية عائق بالنسبة لموضوع ده فيجب القضاء على عائق عشان نوصل للغاية اللي هو اعادة الاتفاق النبي القضاء هنا هل معناها قضاء عسكري وما هيجوا يضرابوا السعودية هل هم هيطاعوا العلاقات مع السعودية بس هون بيتكلموا ان يجب ان يتم القضاء على رفض السعودية عودة الاتفاق النبي هو نقضي عن موضوع ده ازاي او نلتف عليه او نضغط بحيث ان احنا نعمل اللي احنا عاوزينه لازم تعرف ان كمالا هاريس هتطبق نفس سياسات باراك اوباما وشوف لما باراك اوباما عمل اتفاق النبي مع ايران ايه اللي حصل في موضوع الخليج وهو مقوم موضوع ده ازاي كمالا هاريس تعمل ازاي في نفس الوقت كمالا هاريس مش هتنسى موضوع دعم ولي العهد السعودي لدونالد ترامب وان الاتنين بيقعدوا يكلموا بعض في التليفون وان العلاقات جيدة جدا وان السعودية بترعى دوري الليف جولف اللي هو بيتلعب في مارا ليجو في منتجعات دونالد ترامب الكلام ده كله مش هتنساه كمالا هاريس فمن الاخر كده اختيار كمالا هاريس رئيسة لامريكا لازم تعرف انه هيبقى خبر سيء بالنسبة للشارك لاوسط خاصة للسعودية ليه؟ دلوقتي السعودية مش دولة هينة دولة كبيرة وكل خايف دلوقتي ان السعودية تتحرك وتتدخل في الانتخابات الامريكاية شفت ديه؟ ايه اللي جا بالسعودية الانتخابات الامريكاية؟ الحقيقة ده امر مهم جدا خلي بالك كل التقارير اللي بتطلع من ال CIA والمخابرات الامريكية والسياسة الامريكان كلهم بيتكلموا ان اكتر ناس هتتدخل في الانتخابات هي روسيا ومن خلفها ايران ومن خلفها الصين بالترتيب كده يعني أكتر حد مهتم هيبقى روسيا وعلى فكرة روسيا أكتر حد مهتم وعنده الإمكانات أنه يتدخل في السياسات الأمريكية أو في الانتخابات الأمريكية وبعده إيران اللي ممكن تكون عاوزة كمان تمنع قدوم دوران ترامب بأي شكل لبيت الأبيض بس هي ما عندهاش نفس الإمكانات بتاعت روسيا وبعدهم الصين دول هيدخلوا في الانتخابات هيدخلوا في الانتخابات يعني ده أمر مفروغ منه هيدخلوا بوسائل كتير قوي قال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية قال إن روسيا والصين وإيران يقومون بأعمال للهدف أو الهدف منها هو التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقررة شهر نوفمبر المقبل أضاف المسؤول بأن طهران خاصة زادت من هذه النشاطات بطريقة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة بس أكتر حد خارج اللعبة وممكن يدخل في الانتخابات هيا السعودية إزاي؟ السعودية حاليا في مشكلة كبيرة قوي بتواجه الاقتصاد السعودي اللي هي إيه؟ اللي هي على حسب أكتر من تقرير بيقولك على فكرة صندوق النقد رصد إن أسعار النفط بالنسبة للسعودية هتحقق مكاسب لحد 2026 واسمع الجديد ده عشان بس تبع عارف هتحقق مكاسب لحد 2026 وبعد 2026 هتتهبق والسعودية هتخسر ليه؟ قال لك خد بالك لأن صندوق النقد بيتوقع إن أسعار النفط تقل ده حاجة تاني حاجة التقرير ده بيتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي يعني مش بس الأسعار هتنزل لا ده السعودية كمان هتزود إنتاجها والأسعار كمان هتنزل والسعودية هتخسر في الموضوع ده كله وبيقولوا إن ده خطر جدا على رؤية ولاية العهد السعودي لأن ولاية العهد السعودي عنده مشروع اسمه 2030 و2030 ده يتطلب إن أسعار النفط تصل فوق الثمانين دولر للبرميل فهموا بيتوقعوا إن من بعد 2026 التمانين دي مش هتشايف نص التمانين دي مش هتتشايف وده أمر خطر على الاقتصاد السعودي بس النبأ الأسوأ في الموضوع بيقول لك يبقى بيقول لك خلي بالك ده التمانين دي ممكن ما تتشافش السنة دي أصلي ولا السنة الجاي يعني في 2024 اللي احنا فيها دي و2025 ممكن ما تشوفش التمانين دي لو ما حصلش عربة إكلامية مش هتشوف التمانين دي ليه؟ قال لك لو خدت بالك دلوقتي حالا أسعار النفط هبطت تحت السبعين وراجعت تاني يعني بنتكلم النهاردة في 71 كانت نزل 69 وردت تاني ل71 فأسعار النفط مسكة نفسها بالعافية وبتنزل مين اللي قال مسكة نفسها بالعافية وبتنزل جريدة فورتشن فورتشن بتقولك يا جماعة خلاص أسعار النفط هتفضل ترجع تاني زي زمان وهتنزل كمان لمستويات ما تشافتش قبل كده للأسف أسعار النفط يعني متدنية جدا وصلة في 18 السبعة إلى تقريبا برينت إلى 85 دولار والآن نتكلم عن أقل من 73 دولار ليس الانتاج الليبي تعطل الانتاج الليبي هو الذي رفع الأسعار في الأسبوع الماضية فقط يوم الاثنين في الأسبوع الماضي ارتفع سعر النفط لعدد من الساعات ثم عادلين خصوص سؤال ليه أسعار النفط عملة تنزل بالشكل ده برغم أن كل الأخبار بتقول أن أسعار النفط مفروض تطلع ليه؟ أنا أقول حرارتك أن أوكرانيا بتضرب مصافي النفط الروسية ده خبر في حد ذاته يعمل زلزال في أسعار النفط الموضوع مش كده خالص أسعار النفط عمها تنزل موضوع خريب جدا أوبيك بلس عندها اجتماع عشان تكرر هتخفض الانتاج ولا ترفع الانتاج لباقي السنة لحد ديسمبر عشرين أربع عشرين قالك والله أوبيك بلس خدت قرار ان انتاج النفط يظل كما هو ومش هترفع الانتاج لو كان مقرر ليه 180 ألف برميل تزودهم أوبيك بلس على انتاجة مش هترفعه بالعكس أوبيك بلس هتبقي على تخفيض الانتاج لحد اخر السنة قالت منظمة البلدان المصدرات للبترول أوابك في بيان لها ان ثمانية دول في تحالف أوبيك بلس قد وافقت على تمديد تخفيضات الانتاج الطوائية لمدة شهرين حتى نهاية شهر نوفمبر القادم والدول الثمانية هي السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان وقالت أوبيك إن التحالف قرر تمديد التخفيضات الطوائية الإضافية بمقدار مليونين ومئتي ألف برميل يوميا ولمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر المقبل وأكدت الدول الأعضاء الثمانية عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل للتعديلات الطوائية للإنتاج طيما ده خبر مرض يهز أسواق النفط ويرفع الأسعار جامد جدا ليه الأسعار بتنزل؟ الحقيقة ليه الأسعار بتنزل؟ أنا هجيبه لك من موقع اسمه Oil Price Oil Price بيقولك كيف؟ Oil Price بيقولك على فكرة الموضوع مالوش علاقة بالعرض يعني الموضوع مالوش علاقة إن في ضعف في العرض خالص ده موضوع أوبيك بلاس ده إنها مش هترفع الأنتاج ده شيء متوقع أصلا وقالك فرق بين الرغبة والحقيقة يعني بيقولك كل المتداولين في أسعار النفط بيبقى عندهم رغبة أو عاطفة فبيرهنوا على أسعار جريبة ماشي؟ إنما الواقع بيبقى عكس كده خالص دلوقتي أنت عندك مشكلة جبيرة جدا في الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأمريكي ما خفضش أسعار الفايدة برغم تقرير وظائف الأخير اللي جيه أقل من المتوقع الفيدرالي الأمريكي شايف إن في ركوت في أمريكا وشايف إن في مشكلة في الاقتصاد الأمريكي ما خفضش الفايدة وده أمر ممكن ما يكونش صحيح على الاقتصاد الأمريكي بس الفيدرالي عنده وجهة نظر تانية وشايف إن ده ممكن يكون أصح عشان لو خفض أسعار الفايدة دلوقتي ممكن الدولار ينخفض بشكل بيب جدا وده ممكن يقزي الاقتصاد الأمريكي فما خفضش الفايدة ما قدى إن حصل تباطؤ في الاقتصادات العالمية والاقتصاد الامريكي نفسه والطلب فيه ما بقاش زي الاول ده امر الامر التاني الصين نفسها عندها مشكلة في الطلب بتاعها وعندها مشكلة في الاقتصاد بتاعها والراجل هنا بيوشير ويقولها كلي بيالك من نقطة مهمة جدا الصين دلوقتي ابتعد تاخد خطوات ممكن تأثر على الطلب في المستقبل بالذات في مجال العربيات الصين دلوقتي تقريبا كده العربيات بتاعتها اصبحت تعتمد على العربيات الكهرباء مع فكرة الصين من اكتر بلاد العالم تصديرا لعربيات الكهرباء فابتدوا يعملوا احلال لعربيات الكهرباء كتير جدا ويقولك ده حيأثر على الطلب بشكل اباخر طلب الصين من النفط حيتأثر بعربيات الكهرباء الموجودة دي فده امر مهم جدا قال بنك جولدمنساكس ان الطلب على النفط في الصين تبطأ بشكل ملحوظ هذا العام وستتحول البلاد الى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي تقدر الشركة ان نمو طلب على النفط في البلاد سينخفض الى 200 الف برميل يوميا بحلول عام 2024 مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض الاستهلاك الاجمالي بنحو 300 الف برميل يوميا الكارسة الكبرى ايه الكارسة الكبرى ان التباطؤ بتاع الاقتصاد ده خلى ان السعودية نفسها تخفض اسعار النفط اكتر مطابقة يعني السعودية بتدي الاسية اسعار النفط بتكون مرتفعة جاءت الشهر ده خفضت اسعار النفط لاسية ليه؟ قال لك والله نتيجة لضعف الطلب في السوق الاسيوي ما هشوف بقى الاقتصاد العالمي بلا تباطئ ازاي وفي مشاكل ازاي كل ده عشان الفايدة منزلتش في امريكا فقال لك والله الاقتصاد تاع اسيا تباطئ فالطلب حيقل فالسعودية قامت مخفضة اسعار النفط اللي رايح لاسيا عشان تعرف انها تودي النفط بتاعها عشان فقد الطلب في اسيا لا ده كمان روسيا بتدي يعني كان يبقى لك روسيا عملت صدر نفط كمان في اسيا ففي حرب بين روسيا والسعودية في اسيا حاليا على توزيع النفط بتاعهم وفي منافسة شرسة جدا خفض السعودية اسعار النفط لاسيا يظهر غياب الانضباط عن مجموعة اوبك بلاس نحن نعلم انهم سوف يتقربون من بعضهم مرة اخرى في الاحداث المتطرفة كما تعلم فاسعار النفط عند اربعين او خمسين دولارا للبرميل واذا اصبحت عند ثمانين دولارا فسوف يلحق ذلك الضرر بحالة الطلب ولكن بشكل اساسي عندما تكون بين الاثنين سوف يكون هناك بعض المنافسة انا لن اقول انهم مستعدون لاشعال نوع من حرب الاسعار ولكن بوضوح هناك منافسة السعوديون يتحملون العبء عندما يأتي الامر لادارة الانتاج لهذا فهم يريدون عودة الطلب فيخفضون الاسعار ويفعلون ذلك ضد اعضاء اوبك بلاس وبالتالي هذا يظهر غياب الانضباط عن المجموعة فالامور دي خطر فالتقرير اللي بيحذر بيقولك ايه بيقولك هالي بالك لو فضلنا ماشيين على هذا السيناريو انت بتتكلم ان السعودية عملة تنفك انفقات شديدة جدا وانت شايف ان اسعار النفط مش ماسكة نفسها ومش وصلة للتمانين دي يقلم التمانين فعلى السعودية انها تحذر من الموضوع بس حقيقة في موقع امريكي كان له دراسة كده قالك على فكرة ده نجاح للسعودية ده مش ضرر للسعودية بيقولك ليه بيقولك لو خدت بالك الفترة الاخيرة بالذات اخر سنة هتلاقي اسعار النفط بتطلع وتنزل ما بتنزيش الاقتصاد السعودي زي ما هو متوقع ليه قالك والله نتيجة لتنوع الاقتصاد السعودي اولا لازم تعرف ان ارخص بيترول بيتم انتاجه في العالم موجود في الخليج بالذات في السعودية استخرج البرميل للنفط في السعودية بيتكلف 10 دولار فقط ممكن تلاقي في امريكا الضعف ناشي بس ارخص بيترول بيبقى في السعودية فتكلفته المنخفضة دي بتخلي الباقي مكسب انت متخيل بيخرجوا برميل بعشرة دولار ويبيعوه بتمانين انت كسبان ما شاء الله فالموضوع ده يقولك ان السعودية كده كده كسبانه ده اولا تاني حاجة اقتصاد السعودي متنوع تالت حاجة خلي بالك ان الاقتصاد السعودي اصبح اكثر قوة من السابق بحيث ان هو بقى يقدر يواجه صدمات تغير اسواق النفط والدليل على كده ان السعودية ما قطرتش او ما رفعتش انتاجها من انتاج النفط بقى اي شكل بالعكس الاسعار عملة تنزل والسعودية بتقولك ماشي بس ده مش معناه ان ما فيش خطر على اقتصاد السعودي لا في خطر ويجب على السعودية انها تتحرك بشكل او باخر وتعمل اجتماع مع اوبك بلاس تشوف هتعمله ايه لانه واضح جدا ان قرارهم الاخير ده ما فرقش في اسعار النفط حاجة واسعار النفط عملة تنزلك اكتر واكتر الامر ده يوريك ايه يوريك ان اي تحرك دلوقتي من السعودية لمحاولة رفع اسعار النفط باي شكل كان امريكا مش حبصله ان انت بترفع اسعار النفط عشان تخدم انتصادك امريكا حبصله ان انت بتتدخل في سوق النفط عشان تقذي الانتخابات الامريكية وجو بايدن لن يخفر لك هذا الموقف تماما بالذات كمالا هارس مش هتخفر لك المضاعد وتقولك انت عاوز ترفع اسعار النفط عشان الناخب الامريكي ممكن ما يصوت ليش وده امر اللي ان الناس سمح فيه وحيقولك بقى اصل وليل عاد سعودي عمره مظارب بيت لغيبن ساعد جو بايدن ما جاه حيقولك بقى اصل وليل عاد سعودي بيشتجر عشان يجيب دونالد ترامب وحيقوله اقاويل كتيرة جدا جدا خاصة لو كمالا هارس كذبت حيبقى الانتقام مضاعف فده امر طيب هل الموضوع ده متوقف فقط ان السعودية ممكن تتحرك في سوق النفط لا هو الاعلام مش هيصبر عليك يعني يعني خلي بالك النهاردة جريدة اسمها ده التاليجراف تقولك على فكرة فيه زابط استخبارات سعودي على فكرة الفيديو ده من 25 سنة بالمناسبة بس نشره فيديو من 25 سنة اول مرة سكوتلند يارد يعني تفرج عنه بيقولوا ان فيه زابط استخبارات سعودي اسمه عمر بيومي وراجل ده من اصول مصرية وبيشتغل زابط استخبارات كان نصور مبنى الكابيتل او مبنى الكونجرس في امريكا وظهر كده كان بيحط الخطة اللي طبقها اسمها بن لادن لما تم خطف الطيرات وكان بيستهدف البروجين وبيستهدف الكونجرس وكلام ده كله فالنهارده سكوتلند يارد بتحاول يعني تقول ان السعودية ليها دور في موضوع 9-11 ده او 11 سبتمبر وعاوزين يلصكوا التهمه بالسعودية طيب ايه اللي جريب في الموضوع عشان باس تبع عارفه الجريب ان انا اشرت للفيديو ده من شهرين انا اتكلمت في موضوع الفيديو ده من شهرين خلاص ولا صحيفة ساعتها كبيرة كان بتتكلم وقلت لحضرتك ان عائلات الضحايا بتاعت 11 سبتمبر كانت بتزق في الفيديو ده وجابه محق خاص وقال لك قال لي بقالك ده عمر بيومي ده له علاقة بمخابرات السعودية يجب مسائلة السعودية يجب ان السعودية تدفع تعويضات وكلام ده كله صح؟ الفيديو ده من شهرين حتش تتكلم عنه النهاردة بيتكلموا عنه في الاحلام بريطاني الصن اتكلمت عنه عشان باس تبع عارف جالت الصن بريطاني اتكلمت عن موضوع فيه ظاهر كده تهديد مبطن اوعى وخلي بالك انت عندنا دلوقتي فيديو صحيح ممكن الراجل ده ما يكونش لوع اي علاقة بالمخابرات السعودية بس هم مقتنعين له علاقة عمر بيومي ده قالك هو الاعلاقة وقالك هو اللي صور لتنظيم القاعدة بدليل ان في الفيديو بتاعه وصف الساسة الامريكان ان هما شياطين قالك ده منزل الشياطين اللي هو بالنسبة للكونجرس في امريكا قالك ده منزل الشياطين او هنا توجد الشياطين تعتبر رسائل مبطنة بلاش تتدخل في سوق النفط وصيب اسعار النفط تنزل فيه طباطه في الاقتصاد العالمي بس على امريكا يعني زي الفل يعني يعني بالنسبة الامريكان ده حاجة مية مية جدا ده كامالة هارس هتخش ولازم تعرف ان هتبقى مستفيدة جدا ان اسعار النفط منخفضة سؤالين مهمين جدا هو دلوقتي مين الاصلح لسوق النفط دونالد ترامب ولا كامالة هارس يعني دونالد ترامب لو جه حيخلي سوق النفط ينتعش ولا كامالة هارس هي لا هتخلي سوق النفط ينتعش الحقيقة ده سؤال مهم جدا لقيته في مقالة وحابب ان انا اقول لك عن موضوع ده بيقولك دونالد ترامب لو جه حيزود انتاج امريكا من النفط ممكن يوصله لمستويات تاريخي طب ويه اللي يحصل قالك هيبقى فيه زيادة في العرض ولما يحصل زيادة في العرض سوق النفط هيتهبب طيب يبقى ده شيء سيء طب ما تيجي كامالة هارس قالك والله كامالة هارس لو جت لازم تعرف انها هتحاول تلاقي بدائل عن النفط وتحاول تطبقى بقى البيئة النظيفة والعربيات الالكترونية والحاجات دي كلها اللي بعيدة عن تلويس البيئة بس بشكل اكثر صرامة من جو بايدن ما يؤدي لانخفاض الطلب على اسعار النفط كده او كده الكتاب هنا بيشيروا ان الخيارين مش جيدين بالنسبة لسوق النفط بس انا بالنسبة لي دونالد ترامب لو جه هو راجل تاجر خلاص راجل بتاع ايه اه ابجني تاجدني بتتفاهم معاه وعلى فكرة دونالد ترامب مالوش حسابات مع الخليج هو له حسابات مع ايران بس بالنسبة للخليج هو مالوش حسابات لان الخليج بيدفع ادم انت بتدفع يا باشا انت حبيبي واشيلك فوق راسي وجيلك فاوت زيارة خارجية للرئيس دونالد ترامب لما اصبح رئيس قال لك السعودية يعني فهمني ازاي فالرجل ما عندهش حسابات اما كامالا هاريس لأ عندها حسابات كتير قوي وعندها يعني ملفات مفتوحة حدغوص فيها اكتر ويعني اتبوازها اكتر فده حيبقى امر سيء يا رب اكونش راح تحركة المضاع بشكل مبسط ويا رب ننصر مصر رب ننصر العرب ويا رب ننصر السعودية يا رب تحية مصر سلايا موسيقى 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 اشتركوا في القناة